دكتور تامر الماستر العظيم احنا بنلعب موسيقى كلاسيك بص انا حب الموسيقى الكلاسيك قد عنايه وقودين بالفضل للبرنامج الموسيقي بالاذاعة المصرية من طفولتي كنت اسمعه اللي يخلي طفل صغير يقعد يسمع موسيقى كلاسيك غالبت انا معقد بس ده الحقيقة ثقفني موسيقيا جدا وانا بسمع انا سامع عزفات محترفات حاجة تحفة حاجة تجنن بس هنبقى سؤالي احنا بنلعب بس موسيقى كلاسيك ولا كل حاجة لا هو ما بنلعبش بس موسيقى كلاسيك ومش كل حاجة يعني احنا طبعا الاساس اللي هو التكوين الاركسترا حتى الالات اللي موجودة هو الاركسترا الكلاسيكي اللي هو اركسترا السيمفوني وده عشان كمان ما بيسفروا بره دي اللغة اللي بنخاطب بيها ايه الجمهور بره بلغاتهم فهم بقى بينبهروا جدا لما بيلاقوا اركسترا مصري بين هذا النوعية وبيعزف موسيغة كلاسيك بشكل محترف فطبعا بالنسبة لهم حاجة بتبقى يعني مفاجأة طبعا وفي نفس الوقت بنقدم لهم أعمال مصرية وشرقية بس بتبقى لها مناسبة للتوزيع الأركسترالي يعني لها بتناسب طبيعة الألات اللي موجودة اللي هي الألات سواء النفخ الخشبية أو النفخ النحاسي أو الألات الإقاع برضو زي التمباني والحاجات الكبيرة فبنعمل بقى حاجات مصري وحاجات شرقي مكتوبة أصلا للأركستر وفي عندنا كتير يعني إحنا عندنا مؤلفين موسيقين كتير كتبوا للأركستر آه بس يعني مش كل يعني بس في فعلي من كتابة الأركستر ده بحر ففيه أركستر بيبقى عدد كبير بس طبيعة الألات ما هيش كلها بتبقى معظمها وطرية آه آه طابلة مثلا حاجات كده الشكل النسيج الموسيقي نفسه بقى مختلف فما يناسبش قوي فإحنا نجزب بننقي برضو الحاجات اللي هي شرقي ومكتوبة للأركستر بس كأركستر سينفوني أكتر موسيقى